وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من نيويورك سيد كريغ مخيبر المدير السابق لمكتب نيويورك بالمفاوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سيد كريغ أحييك على شاشة الجزيرة مباشرة وبالتأكيد دعني أبدأ بالسؤال حول أنت استقلت بالفعل من المفاوضية كانت هناك استقالة مسببة متعلقة بهذه العبادة الجماعية التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هل لك أن تعطينا فكرة عن هذه الاستقالة وعن أسبابها لمشاهدي الجزيرة مباشرة؟ نعم أنا قررت أن أغادر منصبي بعد ثلاثين عاما في منظومة الأمم المتحدة وذلك بسبب الرد الضعيف من القيادة السياسية في هذه المنظمة بوجه ما يحصل في فلسطين بدأ ذلك في ربيع العام 2023 بسبب الانتهاكات الجسيمة التي كانت تحصل في الضفة الغربية وطبعا الوضع تفاقم خلال ذلك العام وبدأت الإبادة في شهر أكتوبر في غزة ووجهت خطابا للأمم المتحدة وتحدثت في هذا الخطاب عن الانتهاكات الجسيمة التي رأيتها في فلسطين والنقاط التي أعتقد أنه على المنظمة أن تعمل عليها لكي تتفي بالتساماتها في مجال حقوق الإنسان كان ذلك قبل عاما عندما حذرنا بأن هناك إبادة تتكشف في فلسطين وبعد عاما هذه الإبادة تستمر ورد المجتمع الدولي لا يزال ضعيف الآن بعد عام تبدو الأوضاع والمشاهد التي تاتينا من قطاع غزة وأيضا من لبنان أسوأ حتى مما كان عليه الوضع في الشهور السابقة كريغ أنت كيف ترى المشهد في هذه اللحظات؟ هذه نتيجة الإفلات من العقاب عندما يكون هناك جهات خبيثة يسمح لها بأن تفلت من العقاب بعد ارتكابها ارتهاكات للقانون الدولي وهذه الانتهاكات صارخة وإذن هذا الإفلات من العقاب يشجعهم على الاستمرار بارتكاب هذه الانتهاكات وإذن فشل المجتمع الدولي وتواطئ الحكومات الغربية خلال الأشهر 12 الماضية سمحت باستمرار هذا الوضع وتوسعه أنا لا أعتقد أن هناك أي شيء سيتغير وأنا لا أعتقد أنه سيتم كبح جماح إسرائيل وأنها ستتوقف عن ارتكاب هذه الانتهاكات في المنطقة حتى نرى رد مناسب من المجتمع الدولي ولكن الخبر الجيد هو أن الأشخاص العاديون في جميع أنحاء العالم يقفون ويطالبون بأن يتم وضع حد لكل ذلك وهم يطالبون حكوماتهم بوقف دعم الإبادة في فلسطين والعدوان على لبنان وانتهاكات إسرائيل في المنطقة هذا الأمر مشجع لأننا نرى ضغوطات على الحكومات الغربية وفي جميع أنحاء العالم لكي تتحمل مسؤولياتها بجدية وأعتقد أن هناك بصيص أمل آخر وهو أن المنظمات القانونية الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الشنائية الدولية بدأت إلى النظر والاعتبار لهذه الانتهاكات التي رأيناها في هذا السياق إذن نحن نعلم أن إسرائيل تخضع لمحاكمة الآن بتهمة الإبادة ونحن نعلم أن المدعي العام في المحكمة الشنائية الدولية طلب بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء ووزير دفاع إسرائيل على خرفية طهم جراء حرب وإذن هذه تطورات تاريخية قد يبدو في غزة ولبنان أن هذه الإجراءات بسيطة ومتأخرة ولكن كان هناك فشل في تفادي الإبادة وثانيا في وقف الإبادة كان ذلك فشل ولكن على الأقل هناك تحرك لضمان معاقبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها وهذا الأمر يشكل بصيص أمل كنت أقرأ عن أسباب استقالتك سيف جريك واستوقفتني جملة للحقيقة أريد أن أستمع لتفسير أو لشرح منك عليها قلت تحديدا أن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل المرحلة النهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية ما الذي كنت تعنيه بهذه العبارة؟ كما تعلمون بالإضافة إلى فشل الرد الدولي بواجه ما يحصل في فلسطين هناك فشل أيضا في التطارق إلى الأسباب الجاترية هذه المسألة لم تبدأ في السابع من أكتوبر في العام الماضي بدأ كل ذلك ستة وسبعين عاما في العام 1947 و1948 مع النكبة وتطهير العرقي العانيف للشعب الفلسطيني من قبل مشروع استطاني أوروبي المعروف بالصهيونية هذا هو السبب الجاتري الذي شهدنا عليه خلال الأعوام الستة وسبعين الماضية رأينا موجات من العنف ومحاولة إسرائيل تطهير أو ارتكاب تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في أضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس الشرقية وإذن طالما لم يتم التطرق إلى الأسباب الجاترية وهي التطهير العرقي والاستطان والاحتلال الغربي والانتهاكات لحقوق الإنسان إذن طالما لم يتم التطرق إلى هذه الأسباب الجاترية لن يكون هناك وقف لسفك الدماء في فلسطين وفي المنطقة الأمم المتحدة فشلت في حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى ما يبدو أنها حتى تفشل الآن بمؤسستها في حماية المدنيين في لبنان من هذه الحرب الإسرائيلية التي شنت على لبنان قبل أكثر من أسبوعين يعني قبل أن أكمل سؤالي الآن وأنا نحدثك عن القصف وما تمارسه إسرائيل لدينا صور قبل قليل من النبطية في الجنوب اللبناني وهذا أثار للغارات الإسرائيلية على النبطية إذن وكالة الأنباء اللبنانية كما ترون مشاهدين على شاشتنا غرى للطيران الحربية المعادي على بلدة كفر تبنت في النبطية هذه الصور قبل قليل الفشل سيستمر فشل الأمم المتحدة ومؤسساتها سيستمر أيضا فشلت في فلسطين والآن تفشل في لبنان كريغ أم ماذا؟ عندما أنتقد الأمم المتحدة أحاول أن أكون دائما واضح إذا الطرف الذي أنتقده أنا أنتقد القيادة السياسية التي لم تعالش التهديد الذي شكلته حكومة إسرائيل وأيضا مشلس الأمن بينا أنه غير قادر على التطرق إلى هذه الأزمات التي نراها في فلسطين والآن في لبنان والمنطقة بأكملها إسرائيل تتصرف كحيوان مجنون في هذه المنطقة لأنها تتمتع بالإفلات من العقاب وتعلم أنها تحظى بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الغربية التي تؤمن لها تضفق مستمر وغير متوقف للأسلحة والذخائر والغطاء الدبلوماسي والدعم الدبلوماسي وهذه الدول تبذل قصارة جهدها لمنع محاسبة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي ومع الإفلات من العقاب إسرائيل خارج عن السيطرة في المنطقة وأنشطتها في لبنان بدأت به وجوم إرهابي كبير من خلال تفجير أجهزة البيجر وغيرها من أجهزة الاتصال وهذا الأمر يعاد انتهاك جسيم للقانون الدولي بالمناسبة وبعد ذلك توسعت هذه الأفعال لتصبح عدوان شامل على الشعب اللبناني وهي تقوم بذلك بالتحديد لأن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية استخدمت نفوذها لمنع المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية من الاستجابة بطريقة فعالة من خلال استخدام الفيتو في مجلس الأمن ومن خلال تأمين الضمانات لإسرائيل بأن الأسلحة ستستمر بالتضفق مهما كانت الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وهذا الواقع مقلق جدا لهذه المنطقة ومن السهل جدا أن يتحول ذلك إلى حرب إقليمية إذن نحن بحاجة لأن يقف الأشخاص وأن يتحدثوا بصوت عالي والمؤسسات الدولية عليها أن تكون واضحة جدا ودول أخرى في المنطقة التي لا تزال تحظى بعلاقات جيدة مع إسرائيل حتى مع ارتكاب كل هذه الشرائهم عليهم أن يفكروا مليا بمساهماتهم بهذه المشاكل في المنطقة وأيضا دول أخرى حول العالم الخبر الصار هو أن أخلابية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأخلابية السكان حول العالم يعارضون ما تقوم به إسرائيل ويدعمون الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ويطالبون باحترام القانون الدولي وإذن إذا تم أعلاء هذه الأصوات وإذا تمكنت المنظمات القانونية الدولية بمواصلة عملها وإذا استمرت الاحتجاجات على حرم الجامعات في جميع أنحاء العالم إذن هناك احتمال بأن يكون هناك ضغطات كافية لوقف هذا الجنون ولكن المسألة لا تتعلق بإسرائيل فقط ورعاياها الأجانب الذين يلحقون هذه الأضرار بالمنطقة